اخبار ورياضة نقدمها لكم من القناة الالكترونية جيل ديزاد أهلا بكم أفدت مصادر إعلامية محلية ودولية عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتواجد في مفاوضات متقدمة مع الفرنسي ريمون دوميناك من أجل الإشراف على المديرية الفنية الوطنية ذاته المصادر أكدت أن الفاف تواصلت مع الفرنسي نجل خلافة المقال من منصبه الأسبوع المنصر معامر شافيق وسبق لدوميناك وأن تولى مهمة تدريب المنتخب الفرنسي سنة 2004 كما أنه يعد خريج أكبر مدرسة للتكوين في أوروبا كلير مونفوت نصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة لجنة المكلفة بتنظيم كأسهم من إفريقيا للمحليين المقاررة بالجزائر سنة 2023 وأسنى الدعمارة مهمة الإشراف على البطلة الإفريقية لعضو المكتب الفيدرالي ورئيس اللجنة المالية رشيدو كالي وكذا يسين بن حمزة نائبا لرئيس اللجنة المنظمة للشان هذا وسيطر أسوء كالي وبن حمزة أربعة عشر لجنة على غرار لجنة المنافسات لجنة التحكيم الإعلام وغيرها من اللجان الأخرى في أخبار محترفين تويج الجزائري بغداد بن جاح وفريقه السد القطري بلقب دور نجوم قطر للمراتية السادسة عشر في تاريخه وقبل أربع جوالات عن استالي ستار عن البطولة حسم نادي السد فوزه باللقب بتفوقه اليوم على نادي الأهل بثمانية أهداف مقابل أثنان فك خلالها بن جاح سيامه عن التهديف بتوقيعه للهدف الخامس في أخبار محترفين دائما فتح اليوم نادي براست تحقيقا في وقعة تعرض نجمه الجزائر يوسف بليلي لإساءة عنصرية وقالت إذاعة مونتي كارلو أن إيدياس رمضاني الصحفي في ميديا بارت هو من أبلغ عن الواقع خلال مباراة براست ضد ريمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي وأكد ميشيل ديرزاكريان مدري بوستاد براست أنه لم يسمع تلك الإساءات وأن اللاعب البالغ من العمر 29 ربيعا تمتع بدعم جماهير ناديه المدير والرياضي لبراست جيرجيو لورنزي أكد أن النادي سيفتح تحقيقا في الواقع بتعاون مع ريمس حول إساءة محتملة ضد اللاعب الجزائري في أخبار ألاندياتي الجزائري المشاركة قاريا أعلن الاتحاد الإفريقي لغرأة القدم عن التقام التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة من رابطة أبطال إفريقيا بين فريق جوان جالاكسي تنزاني وضيفه شباب الوزداد وسيدير اللقاء الحكم الكاميروني بليز بوفين ناقوا بمساعدة مواطنيه ألفيس غاينوب ورودريك مينين بيلي جدير بالذكر أن المباراة مبرمجة يوم السبت القادم بتنزانيا على الساعة الخامسة مساء ختما وفي الشأن المحلي تعاقدت دارة شبيبة القبائل مع لعيبها السابق بدر الدين سياد العائدي إلى صفوف النادي بعد تجربة قصيرة في البطولة المغربية ووقع سياد على عقد يمتد لسنتين ليكون بذلك ثالثا مستقدمين بعد كل من سليم بخنشوش والبوركينابي وطارا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم الورقة الرياضية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته